موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي جد مصرور للقائكم مرة أخرى اليوم بإذن الله سأتقاسم معكم تقنيات جد بسيطة وسهلة ستمكنكم من التعديل على الوثائق من نوع ملفات صور أو من نوع ملفات pdf في حالة استعصى عليكم إيجاد النسخ القابل للتعديل منها كملفات ورد مثلا وأتمنى منكم تقاسمها مع أصدقائكم لا لشيء إلا لتعمى الإفادة إذن على بركة الله إذن كمثال سأأخذ هذه الصورة أولا ثم بعد ذلك سأأخذ هذا الملف ملف pdf كما ترون معي كنموذج إذن أول شيء سأقوم بي سأفتح برنامج الـ Powerpoint بعد ذلك سأقوم بالداب إلى Conception ثم إلى Tidy Diapositive ثم بعد ذلك هنا أنقر على هذا الخيار من هنا سأختار هذا الحجم Format A4 ثم بعد ذلك سأختار هذا الاتجاه للورقة عمودي ثم OK ثم أغروندير بعد ذلك سأقوم الآن فقط بجلب الصورة كما ترون لتظهر كأنها ورقة كما ترون الشريحة تغير حجمها إلى حجم الورقة A4 الآن لإضافة النصوص بداخل هذه الوثيقة سأقوم بالداب إلى Inception ثم بعد ذلك سأختار Zone.Text يعني نص ثم أنقر في المكان الذي أريد بعد ذلك سأدخل نص مثلا الرقم 12 سأقوم باختياره والقيم ببعض تأديلات مثلا صغير الخط أيضا اختيار له لون يمكنني بطبيعة الحال اختيار أي لون من داخل الوثيقة بالنقر على هذه الأدات وأخذ اللون كما ترون معي إذا ما أرد بهذه الطريقة يمكنني إضافة جميع النصوص بداخل هذه الوثيقة لاحظوا معي هنا مثلا أريد إضافة الاسم بنفس العملية سأقوم بإدراج منطقة نص سأكتب الاسم ثم بعد ذلك سأقوم بالإعدادات المناسبة مثلا صغير الخط كما ترون وضعي في المكان المناسب فقط للإشارة مثلا لا أريد أن تظهر لي هذه النقاط هنا أمام الأستاذ يعني هذا السطر سأقوم فقط بالدهب إلى انسيكسيون ثم من أشكال سأختار مثلا شكل مستطيل بعد ذلك سأقوم برسمه ثم سأقوم بالدهب إلى غوم بليساج واختيار لول الأبيض كخلفية ثم الذهب إلى المحيط أو الإطار واختيار سون كونتور لإخفاء الإطار لاحظوا معي الآن بماذا قمت اختفت تلك النقط الآن سأقوم بالنقر على النص بزر فأر الأيمن وسأختار بخومير بلون ليظهر هو الأعلى يعني فوق الشكل كما ترونمائي بعد ذلك أضعه في المكان المناسب بهذه الطريقة للإشارة فقط إذا كنتم تودون استخدام نفس الخط الموجود بالوثيقة عليكم بهذه الإفادة كما ترون معي ستجدونها بالقناة الإفادة التي ستمكنكم من معرفة نوع الخط المستخدم بالوثيقة وبنفس الطريقة أقوم بتعديل أي محتوى الآن سننتقل إلى طريقة ملف pdf سأقوم فقط بتحويله إلى صورة وقد سبقوا عن شرحت الطريقة بهذه الإفادة هنا بالقناة كما ترون معي قبل يوم فقط طريقة جد بسيطة إذن بعد القيام بتحويل هذا الملف إلى صورة سأقوم فقط بفتح المجلد وأخذ الصورة كما ترون معي هاي الصورة وسأقوم بسحبها إلى مكان العمل كما ترون بعد ذلك سأقوم بإضافة أي تعديل على هذه الوثيقة ولنفترض مثلا أريد استبدال هنا الطربية البدنية 60 دقيقة بالقراءة مثلا على سبيل المثال فقط على هذه الخلفية الزرقاء سأقوم فقط بنفس الطريقة السابقة بإدراج نص سأكتب بداخلي قراءة 60 دقيقة دقيقة بعد ذلك سأقوم بتصغير الحجم إلى نفس الحجم الموجود بالوثيقة أيضا اختيار نفس اللون للتناسق بطبيعة الحال الآن سأقوم بإخفاء الطربية البدنية بنفس الطريقة التي شرحت من قبل فهي طريقة جد بسيطة سأقوم فقط بإضافة شكل من انسكسيون فورم ثم بعد ذلك سأعطي لهذا الشكل نفس اللون الخلفية بالأدات التي سبق أن شرحت من قبل أيضا سأزيل إطار هذا الشكل بنفس الطريقة ثم بعد ذلك سأضع الشكل بعد ذلك سأقوم على النص الجديد بزر فأر العيمان واختيار بخوميق بلون لكي تظهر أعلى الشكل ثم سحبها إلى المكان المناسب كما ترون معي بنفس الطريقة يمكن أن تعدل أي شيء بداخل هذه الوثيقة في الآخر سأقوم فقط بحفظ هذه الوثيقة بصيغة لطباعتها لاحقا أو طباعتها في نفس الوقت بالذهاب إلى فيشي هنا سأختار مجلد المناسب بعد ذلك من نوع الملف هنا سأختار PDF سأدخل اسم مثلا استعمال الزمان ثم ثم في الآخر أنقر على الزر انغو جسخي حفظ الآن بالذهاب إلى مجلد الحفظ سأجد الملف كما ترون معي تم تعدله وحفظه بالPDF وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقاسموا هذه الطرق مع أزقائكم خاصة مع زملائنا أساتذ الأفاضل والأستاذات الكريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء إلا لتعم الإفادة وترقبوا عما قريب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة